وإلى حياة كريمة حيث عقد وزير تنمية المحلية محمود شعراوي اجتماعاً مع المحافظين عبر الفيديو كونفرنس لمتابعة تنفيذ التكلفات الرئاسية للبدء في تجهيز أسواق كبيرة لبيع السلع الأساسية بسعر الجملة فضلاً عن الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المبادر الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري وأكد شعراوي خلال الاجتماع على أهمية الانتهاء من حصر التجمعات الريفية التي لا تتوفر فيها شبكات الصرف الصحي وسرعة إنهاء مشروعات الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء بإجمالية 514 مشروعاً والتي يتم تنفيذها من خلال المحافظات باستثمارات نحو مليار وتسعمائة مليون جنيه